ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكه من الدين أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرة من خلقه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا وسهلا ورحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشاعر في هذه الحلقة نتناول الدين نتناول ما يتعلق بهذه الكلمة كلمة الدين الدين عندما يطلق ويسمع هذا اللفظ يتبادر إلى الذهن العمل والعبادة والطاعة وهذا بالتأكيد أحد المعنيين لهذه الكلمة فالدين في الاستعمال الشرعي وهو أيضا في كلام العرب يطلق ويراد به ما يتعبد الله تعالى به أو ما يتعبد به إجمالاً سواء كانت العبادة لله أو كانت العبادة لغيره فالدين هو ما يتعبد به الإنسان من قول أو عمل من ظاهر أو باطل فكل ذلك يندرج في معنى الدين ومنه قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومنه قوله جل وعلا لكم دينكم واليدين فقولوا إن الدين عند الله الإسلام يعني ما يتعبد به الله جل وعلا ويتقرب به إليه هو الإسلام وما جاء به من عقائد وأعمال وأقوال وقولوا لكم دينكم أي لكم ما تتعبدون به ولما أتعبد به وهذا في مفاصلة المشركين والتمايز بين أهل الإسلام وغيرهم هذا المعنى الأول لكلمة الدين المعنى الثاني لكلمة الدين هو الجزاء والحساب وذلك قوله تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب ومنه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق دينهم الحق يعني حسابهم والحق الذي لا ظلم فيه ولا تجاوز ولا حيف فهو جل وعلا الحكم العدل الذي يقيم القصط ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد أتينا بها وكفى بنا حاسبي فالدين يطلق ويراد به ما يتعبد به ويطلق ويراد به ما يكون من الجزاء على الأعمال والمحاسبة عليها هذا المعنيان وقد تقدم أن الدين يأتي بمعنين في كلام الله وكلام رسوله يأتي بمعنى ما يتعبد به وما يتقرب به إلى المعبود ويأتي بمعنى الحساب والجزاء نحن نتحدث عن المعنى الأول في هذه الحلقة الدين الذي يتعبد به الدين الذي يتعبد به قد فصله الله تعالى وبيّنه من رحمة الله بعباده ألا أنه لم يترك العباد هملاً بل أرسل إليهم رسلاً وبين لهم الطريق الموصل إليه بيّن لهم حقوقاً بيّن لهم ما يجب عليهم بياناً مفصلاً يخدون به من كل ظلمة وينالون به كل هداية ومنحة لذلك الدين طريق معرفته والوصول إليه هو ما جاءت به الرسل فإن الله تعالى بعت الرسل إليه داعين وبه معرفين ولشريعته مبلغين رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون على الناس حجة بعد الرسل فهؤلاء الرسل جاءوا بالبشارة وجاءوا بالنذارة بشارة لمن أطاعهم وسلك سبيلهم والنذارة لمن خالفهم وعرض عما جاءوا به ليقطع الحجة على كل محتج حتى لا يقول أحد ما أدري ما عندي خبر لا أعرف كيف أعبد الله لم يبعث الله تعالى رسلاً أم حسب الناس أن يتركوا كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون لا لم نخلق عبثاً بل خلق خلقنا لغاية ما هي الغاية؟ هي العبادة خلقنا لتحقيق الديانة لله عز وجل كما قال جل وعلا وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون وكما قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله إذا كان الأمر كذلك فما هو الدين الذي انتظم البشرية من آدم عليه السلام إلى آخر من أغسله الله تعالى إلى أهل الأرض وهو محمد بن عبد الله ما هو الدين الذي جمع هؤلاء جميعاً؟ إن أمتكم إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه الأمة أمة واحدة في تحقيق العبودية لله في القبول بهذا الدين القبول بهذه الهداية القبول بهذه الرسالة عدم الخروج عن السراط المستقيم الإنقياد الله عز وجل بالقلب توحيداً وبالبدن طاعةً وهو الإسلام الذي اشترك فيه جميع المرسلين إن الدين عند الله الإسلام دين آدم الإسلام دين نوح الإسلام دين إبراهيم الإسلام دين موسى الإسلام دين عيسى الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام هذه الأمة أمة واحدة في عبادتها في طاعتها في توحيدها هذا لا يعني أن الشرع متفقة لا أخبر الله تعالى باختلاف الشرع ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فكل أمة لها شرعة وكل أمة لها منهاج وكل أمة لها سبيل وطريق في التعبد ولكن الذي اتفقت عليه هذه الرسالات واتفق عليها هؤلاء الرسل جميعا هو أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله وأنه لا يجوز صرف العبادة لغيره فلذلك دين الأنبياء كلهم واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وآباؤهم متفرقة أي شرائعهم متفرقة وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقود فجمع الرسل جاءوا بالدعوة إلى الإسلام الذي هو عبادة الله وحده أما تفاصيل كيف يعبد تفاصيل كيف يتقرب إليه فهذا تختلف فيه الشرائع من شريعة إلى شريعة الله عز وجل بيّن لنا الدين الذي أمرنا به وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا هو الإسلام الإسلام دين إخلاص دين ينافي ويجافي كل شرك ولذلك يقول الله تعالى لرسول فاعبد الله مخلصاً له الدين أي عبادة لا يشركه فيها أحد عبادة لا تجعل فيها له ند مثيل نظير سوي فيه مساوي في أي شيء من شؤونه جل وعلا فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص إن العبادة الخالصة لله هي ما تخلل كل أعمال الإنسان قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا فضل الله أولية الإسلام تتحقق بالسبق في التوحيد فالأولية هنا ليست أولية زمنية بل أولية عملية فبقدر ما معك من تحقيق هذه المعاني الإخلاص لله عز وجل في المحيا الإخلاص له في أعمال الممات الإخلاص له في السر والعلد عند ذلك تتحقق لك الأولية السبق في في ما تحوزه من خصال الإسلام وأوصافه إن أعظم ما ينافي هذا أن يصرف العبادة لغير الله أعظم ما يخل الديانة ويفسدها أن يصرف العبادة لغير الله لذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر من أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله قال الله تعالى وَمَنْ أَضَلُّ عَمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ قُلَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كلُّ مَنْ دَعَاكَ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ أو زين لك صرف العبادة لغير الله تحت أي مسمى فإنك على خطر وكن على حذر فإنه داعية من دعاة الشر داعية من دعاة الفساد داعية من دعاة الشرك ولو زين لك ما زين بعض الناس يأتي يقول هذا هؤلاء أولياء هؤلاء صالحون هؤلاء تنالوا بهم المراتب وتنالوا بهم الطلبات وكل هذا تضليل وتزوير ما الفرق بين هؤلاء وبين أولئك الذين قال الله تعالى عنهم فيما برروا به شركهم وكفرهم والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقرمون إلى الله زلفان هم يقولون نحن لا نعبدهم إلا لسبب هم أنهم واسطة بيننا وبين الله والله تعالى يقول لرسوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبوا دعوة الدائر إذا دعت فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا واسطة بين الله تعالى وبين خلقه في العبادة بمعنى في التقرب فلا تحتاج في أن تصل إلى الله عز وجل لا تحتاج أن يكون بينك وبينه واسطة بل تقرب إليه بصدق الواسطة في ثابتة بين الله وخلقه في تبلغ الرسالة في التعريف بالله عز وجل في الدلالة عليه أما بعد ذلك فإنه لا واسطة بينك وبين الله بل حتى في السؤال عن الله لما جاء الجواب ما جاء بقل التي يؤتى بها عادة في إجابة الأسئلة بل جاء الجواب مباشرة من رب العالمين دون طلب تبليعه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعت فأرجو من كل مؤمن ومؤمن أن يتدبر هذه المعاني وأن يستحذر أن دين الله تعالى لا يتحقق إلا بتحقيق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بأن تعبد الله بشرعه وأن تعبد الله وحده وأن لا تعبده إلا بما شرعه على هاتين القاعدتين يقوم الدين الصحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بالطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم ألهمنا رشدنا وقينا شر أنفسنا أسلك بنا سبيل الرشاد عنا على الطاعة والإحسان إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم مشاعر أستودعكم الله الذي لا تضع ودعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته